اكد صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن مساعي تطوير الجهاز الحكومي مستمرة بما يصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه منوها سموه بأن ما تحقق للمملكة من إنجازات هي نتاج العمل الدؤوب لأبناء البحرين المخلصين الذين سطروا بعزمتهم قصص نجاح جلية الأثر في كل المجالات والقطاعات التنموية وقال سموه أن البحرين تعتد بما لديها منطقات وكفاءات وتليها جل الاهتمام باعتبارها الثروة الوطنية الأغلى وأكد سموه أن مسيرة الوطن المشرقة خطتها السواعد الوطنية منذ فجر التاريخ بكل عزم وأخلاص وإننا بروح الفريق الواحد سنواصل ترسيخ مكانة البحرين الغالية على كل صعيد بما يعود نفعه على الوطن والمواطن جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله اليوم عن بعد بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني عددا من المسؤولين الذين تم تعيينهم مؤخرا حيث هناءهم سموه بالثقة الملكية السامية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم وأكدا أن خدمة المواطن وتحقيق تطلعاته هي ركيزة العمل الحكومي ويجب أن تبقى في مقدمة الأولويات والهدف الذي تلتقي حوله جهود كافة الجهات الحكومية عبر مواصلة تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج الحكومية وتنمية روح الإبداع والابتكار لمواصلة تحقيق التميز في العمل الحكومي من جانبهم أعرب المسؤولون المعينون عن اعتزازهم بالثقة الملكية السامية وشكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على الاهتمام الذي يليه سموه بتطوير الجهاز الحكومي والاستثمار في الكوادر الوطنية اشتركوا في القناة